يتمارس عشرين خمسة عشر حاجة أخيرة نختم بها كلامنا عن المنتخب كلنا بلا استثناء ودي رسالتي لجهاز المنتخب الوطن بقيادة حسام حصل مفيش واحد في البلد نفسه ان المنتخب ما يكسبش مفيش واحد في مصر نفسه ان المنتخب ما يروحش كاس عالم بالعكس انت لو سألت اي حد هيقولك نفس اروح كاس عالم وانافس على كاس عالم وليه ما وصلش مربع زابي زي منتخب المغرب نفس الامر على كاس الامم كلنا بنتمنى الخير لمنتخب بلدنا لان ده منتخبنا كلنا لا فيه ناس طيبة ولا فيه ناس شريرة كلنا في النهاية منتمين لهذا المنتخب ولا لهذه البلد ولكن فكرة ان فيه ناس مش عايزة الخير لجهاز الفن المنتخب مفيش حد طبيعي او انسان طبيعي يفكر بالشكل ده فنظرية المؤامرة اتمنى جهاز المنتخب يشيلها من دماغه التصفيات سهلة والموضوع سهل ومش عايزين نعقده ومش عايزين نتقبر الموضوعات أكبر من حجمها طبيعي الناس تتفرج وتقول رأيها وطبيعي الناس تنتقد زي جهاز المنتخب الحالي ما كان بينتقد من شهرين تلاتة الأجهزة السابقة ده طبيعي لكن عندك الحق إنك تقول إن فيه ناس بتقول أخبار غلط قول فيها زي ما انت عايز وإحنا عند عمك ونقول معاك زي مبارح كان فيه واحد طالع يقول لك إيه محمد صلاح رفض إنه يخرج من المنطل يرفض ينفذ التغيير ونفض إنه ينزل مصطفى فتح مكانه وتعاملت كده حكاية وسيناريو على طول جهاز المنتخب نفاه أنا أبقى معاك في الحتة دي ودعم فكرة إنه إحنا ننفل أخبار اللي ممكن تعمل بلبلة ولكن نقول إنه فيه ناس مش عايزة الخير للجهاز أو للمنتخب لا أنا ضد الكلام ده نظرية المؤامرة مش مطلوبة والمرحلة اللي إحنا فيها هي أسهل مرحلة للمنتخب الوطني بس الجهاز يشتغل ويركز ويقف الودن شوية وما يركز في اللي بيحصل سواء على المواقع أو حتى في السوشيال ميديا دي كانت أبرز الموضوعات اللي عايزين نتكلم فيها على الأهلي وعلى المنتخب الوطني نخرج إلى فاصل ومن الفاصل نبدأ نشوف آخر أخبار الترنت ترجمة نانسي قنقر